وينضم إلينا مراسلان من بروكسل سلامة طالة ومن لندن عمر المنيري أبدأ معك سلامة ماذا عن اجتماعات اليوم وهو المتوقع منها خاصة بعد تحذير يونكر من عدم موافقة البرلمان على هذه الخطة الاتحاد الأوروبي أنها عمل وقع الاتفاقية مع جونسون رئيس الوزراء البريطاني الذي بدأ اتصالاته الهاتفية مع نواب بلاده منذ الأمس وهو في بروكسل قبل أن يشحن عجلاته ويطير هناك ليحاول أن يؤمن أغلبية داخل برلمان بلاده كي تمر هذه الاتفاقية لأن الكلمة الفصل الآن هي داخل البرلمان البريطاني إذا قال نعم لهذه الاتفاقية ستغادر المملكة المتحدة نهاية الشهر الجاري بسلام لن تحدث مشاكل ستكون الأمور منظمة إن لم يكن ذلك فستكون الأمور معقدة كما قال رئيس المفوضية الأوروبية جاني كلود يونكر بأن يطلب البريطانيون التمديد ولكن كيف سيطلب التمديد تعالوا حينما يطلبون التمديد سيقول لهم الاتحاد الأوروبي أوكي يمكن أن نمدد لكن إلى أي فترة كم ستدفعون من المال مقابل بقائكم داخل العائلة الأوروبية والاستفادة من مزاياها ولكن بأي حال من الأحوال إن لم يصادق البرلمان البريطاني على هذه الاتفاقية سيذهب جونسون كما قال إلى انتخابات سيقول للبريطانيين أعطوني مزيدا من النواب كي أؤمن الأغلبية لأمرر البلاد نحو الخروج من العائلة وهناك مقابل حزب يقول ندعو الاستفتاء ثاني لنتأكد من رغبة الشعب هل يريد البقاء أم لا في كل الأحوال بالنسبة للاتحاد الأوروبي استراح أنها عملوا والآن الكرة في الملعب البريطاني لكن أيضا يحاول الاتحاد الأوروبي أن يساعد جونسون قدم بعض التنازلات صحيح أن جونسون هو الذي قدم أكثر التنازلات في هذه الاتفاقية لكن أيضا إذا كان هناك مجال الحديث عن التنازلات الذي قدمها الاتحاد الأوروبي للوصول إلى هذه الاتفاقية ولكن لا أعتقد لكن كانت هناك تنازلات من الطرفين وتم توكيع الاتفاقية ابقى معنا سلامة أتحول إلى عمر المنيري من لندن جاء الآن دورة على جونسون ما الذي يمكن أن يفعله خصوصا أنه يصارع الوقت لحظات قليلة ساعات قليلة حتى يستصدر قرار من البرلمان هل تطلعنا على الأجواء؟ نعم سينار بالفعل كما تقولين 24 ساعة تفصلنا عن قرار مصيري بالنسبة لهذا البرلمان ولحكومة بورس جونسون وللمملكة المتحدة بشكل كبير ما يحتاجه بورس جونسون لتمرير هذا الاتفاق هو 320 صوتا من أصوات نواب البرلمان ما يحصل عليها حتى الآن هو لديه 287 صوتا من حزب المحافظين إذا هم جميعا صوتوا لصالح الاتفاق وهو تخلى عن حزب الديو بي أو الحزب الوحدوي الديمقراطي فخسر عشرة أصوات لكن هناك صعوبات كبيرة هو يحاول الآن أن يقنع بعض من نواب البرلمان من حزب العمال المعارض والذين في مناطقهم تم التصويت لصالح الخلوش من الاتحاد الأوروبي بالإضافة أنه يحاول أيضا عمل مفاوضاتهم وحاتات مع المتمردين من حزب المحافظين الذين ألقاهم خارج الحزبة وخارج مضلة الحزبة وهم 21 نائبا من نواب البرلمان من حزب المحافظين على الأقل بحسب التسريبات تم إقناع 19 منهم إذن لديه على الأقل نقص فيه ما بين عشرة أصوات إلى ستة أصوات وهذا ممكن أن يتم تمرير القرار وهذا الاتفاق لكن بنسبة ضئيلة جدا إذا لم ينجح بوريت جونسون نعتقد أنه سيكون هناك دعوة مباشرة إلى انتخابات عامة أو على الأقل إذا نجحت أحزاب المعارضة في استخدام الجدوى الأعمال يوم غدا فمن الممكن أن يتم طرح استفتاء ثاني للعامة لا ننسى أن غدا أيضا سيشهد تظهرات ضخمة جدا على الأقل لتوقع ما بين 100 ألف إلى نصف مليون شخص يأتون إلى هنا ليطالب البرلمان بأن يكون هناك تصويت جديد سواء على هذه الصفقة أو على العودة مرة أخرى والبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء جديد هذا هو الموقف ولكنه صعب التنبؤ بماذا سيحدث غدا إذن عمر المنير من لندن شكرا جزيلا لك ومن بروكسل سلام عطالله شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر